كنت رايح للمطبق عشان أبغى أخذ موية يقول وأنا رايح شفت فجأة جلد ثعبان مصلوخ سلام أنا يرسم جدا جديدة وطبع السلام للبي الله ومصلي وسلم على بينا محمد مقطعنا لليوم أشبت خير راح نشوف أمشي كيف مقطع عمسة وشي عجبكم ولا لاحق تحدي يا حر شبس في العالم والله يا جماعة أنه كان من جد ألم غير طبيعي ألم أن مقطعنا لليوم عبت السولف كده ما أدري لشي طاحت الزبدة أنه مقطعنا لليوم أشخاص أسوأ الحظ أو من أسوأ الحظ اللي مروا فيه إذا أنت شوف نفسك مرأت فيه حظ سيء فشوف أشخاص دولا وراح تقارن نفسك وتلقى أنهم هم من جد اللي حظهم أسوأ منك بكثير فأتمنى صور أو المقطع حق اليوم يعجبكم ويلا نبدأ أوه ديم أوك يا جماعة الخير الصورة الأولة اللي عندنا هذا شخص عنده المكنسة الروبوتية اللي يتبش كده من نفسها وتنظف فالظاهر أنها مشت على زي الفول السوداني أتوقع أو حاجة زي كده وخبصت أم الدنيا وأنا عدم أتشوفوا شكلها هنا كيف واو والله مرة لا الله أعلم كم اشتراها يا لطيف واو وهذا طب فيه إيش يا الله لا 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 شوفوا لهذه داخلها في خشمة حتى يا لطيف والله أنه يحزن وقسم بالله تعوذ بالله والله صراحة موقف لا يحسد عليه يا الله بالحظ المقيس أوكي هذا الشخص يقول أنا ركبت الميكرويف هذا بنفسي ووفرت على نفسي 150 دولار يعني تقريبا حدود 600 ريال سعودي ووفر على نفس 600 لكن يقول أثناء التركيب طاح على الفرن وكسره فالآن أنا مضطر أني أغير هذا بقيمة يمكن أكثر من 150 دولار اللي أنا وفرتها والله ما أدري إيش أقول يعني فكرة التوفير حلوة لكن حظك سيئ يعني صراحة والله مرة لا صراحة شكل اللي هذا يقهر وقسم بالله الفرن مرة يقهر والله يحظ سيئ جدا أوه لا هذا يقول جيت لقيت الكلب حقي قدو موجود داخل حوض السمك ويناظر في الجدارة اللي هناك فواضح أنه جاب العيد وأكل السمكة اللي موجودة داخل الإناء بس أنا شوفين السمكة اللي هناك برتقالي ما أدري فيه غيرها يمكن لا والله مرة شرس الكلب ذا أوه المسكين يقول في أحد ما نعرف من هو ما سوى المقطورة أو العربية حق البيضة هذه ما ثبتها كويس فتحطمت أكثر من عشرة آلاف وخمسمية بيضة ديم الله يستر لا يفصلون ولا لا يسووا إلا شي ذا والله ذا مرة حظه سيئ والله حظه سيئ جدا والله يحزن أوه لا إله إلا الله أوك ما نعرف مو واضح في التعليق التعليق مكتوب فقط أنه هذا الشيء صار على سيارتي اليوم لكن مو واضح أنه هل الأرض جتهزة كده وأن كسر الأرضية هذه تكسرت أو كانت في حفرة من أول وليسوب ما شافها واو كيف والله يا حظه مخيص كسب الله تبجي فجأة كده قد ندنك بالسيارة لحقتك داخل حفرة الله لا يبلانها أوه لا الشعور صراح هذا مخيص جدا ما أدري لسبب ما هذا في شقة وأتوقع أنه يمكن الشقة اللي فوقه يمكن في موية نزلت وطلعت مع الفيش أو شيء زي كده فما يقدر يستخدم الفيش وواضح في التعليق هذا أنه كاتب الحجر حقي تمام فتوقع أنه هذه ما أخذ الصورة أيام الحجر والمشكلة ما في سباك ما في كهربائي يجي يصلح له فتوقع أنه حيتورط وحيدعد فيها والله يا مصيبة ماذا؟ لا مو من جد والله الفراولة مرة جامد شكلها ما شاء الله واضح أنها مرة يعني حلوة لكن في أفعى داخل الكيس طبعا هم مغبشين هنا أظن لأنه يمكن صورة الشركة ما يبغون يسون تشهير يمكن أو حاجة أفعى داخل الكيس كيف معقولة اللي يعني اللي يقزن واللي يحط واللي هذا ما شافها ديم والله مخيس مرة ويخوف استغفر الله والله العظيم الصراحة لصور الصورة هذه قليل الأدب هذه صورة بيت جيرانهم ويقول طبعا في الحجر يقول واضح أنه جيراننا في اليوم 24 من الحجر ما كانت الأمور طيبة داخل البيت لأنه واضحين هذي أثار مضاربة وغلا يمنع أيوان هذا صراحة صراحة وكلامه صحيح يعني من جد أتوقعين صارت مجالدة جوة مضاربة غير طبيعية أنه شوفه استارة مرة عدمت والله العظيم أنه ما ديش أقول لا 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 يا جماعة هذي من أسوأ 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 الأشياء اللي ممكن تحصل لك ونتجالس على الكمبيوتر حقك لا إله إلا الله هذا كاتب أنه أنا كنت أبغى أبدأ يومي الصباحي بقهوة وفجأة تكففت لا إله إلا الله والله أحظ مخيص جدا 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 لا لا يبلانة صراحة خيص شيء لما تضيح الأشياء كده على كنبيوتر أجهزك وات أوكي هذا يقول كنت رايح للمطبق عشان أبغى أخذ موية يقول وأنا رايح شفت فجأة جلد ثعبان مصلوخ طبعا الثعبان سبحان الله اللي ما يدري كل فترة يصلخ الجلد حقه ويطلع للجلد جديد فالحين هو في رعب أين الثعبان هذا ما شاء الله ويعني صلخ الجلد يعني عنده جلد الحين فرش جديد طازة دائم والله حظ مخيص مرة واو أوكي هذا اللي صور يقول أنه فجأة ثلاجتي الباب حقها طاح كده فجأة كده قرر أنه يطيح واو أوكي ما أدري أتكلم عن حظ سيئة ولا أتكلم عن شش سالفة ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا شو الوضع والله مرة لا مرة لا اوو لا الصورة اللي بعدها عندنا هذا الشخص أو هذه الإنسانة طبقت جوالها مع الكيكة وطلع طلع طلع طيط مكتب هنا حرارة أو أنه مرتفع الحرارة حق الجوال فلازم تخليه يبرد يا لطيف يا الحظ المقيث يا رجل والله مرة لا مرة لا مرة لا مو من جدي يا جماعة هذا كان مشغل اللابتوب والشمعة كانت وره اللابتوب وأحرقت اللابتوب شوفه في سلسلة الفتحة من جد واو يا الحظ المقيث من جد هذا اللي من جد أحس أنه أقياس حظ يا رجل في المقطع والله يحسن واو واو تخيل كده فجأة تقعد على فجأة الشاشة عندك كده تنفتح نار واو ما شاء الله تبارك الله صار الحادثين أو السيارة قررت أنها تعلق بين القارب والرصيف يعني القارب لا يتحرك والرصيف ثابت والله حظ سيئ زراحة ما دل كيف صار الحادثة آه واضح أنه في توقع كانوا يمكن عند مواقف لأنني أشوف هناك سيارة الحمرة ذيك هناك مواقف وهنا مواقف فأتوقع أنه في مواقف لكن شكله يعني قررت أن السيارة تنقذ فجأة قدام والله بره لا اوه ديهم برده دانسي حكاية شكله طاح في مسبح يهو إيش وضع الناس دولة إيش لون وصد سيارة للمسبح أصلا أنا شوف جدران من كل ناحية والله حظهم مخيس مرة اوه لا 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 من أسوأ وأتوقع أن أكثر الحوادث التي تصير لما يدخل راس بسة ولا راس كلب في مكان ضيق جدا ويتورطون كيف يطلعونه شوف حتى الكلب هنا وضعوا اللي أنا آسف أنقذوني أرجوكم والله إخيين إيش تنخل راسك إذا إجابك هنا يا ابن الحلال والله مرة لا اوه من أسوأ 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 الأشياء اللي ممكن تصير لك وأنا قد صارت لي أكسم بالله أي حاجة تقرف والله العظيم مرة أنه ينكسر المفتاح داخل القفل تتورط خصوصا لو كنت بره البيت ما في عدة عدة مي معاك عشان تجيب زرادية ولا تجيب شي تسحب المفتاح ويبغى لك مفتاح ثاني وبغى لك تغير القفل واو والله شغلة اوه اوكي المسكين هذا جيب مع بوية لونها أبيض وقررت البوية أنها تنفقع في السيارة ولعلها صبقت شوية من المراتب والله ونزلت على البدي بعد شوفوا هنا على البدي نزلت والله يحزن اوكي جمال غير كيف يذكروا سأسفقت الله وتمنوا مقتنا معجبكم ونحن تسعطون لك تبولي رأيكم على المقطع في الكومنتات ويش أكثر الصورة حسيتوا أنه صاحبها من جد هو أسوأ صاحب حظ في هذا المقطع وبس الذي كان عندي كان معكم يوسف سبحانك اللهم أبي حمديك أشهدون السورة وليك سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر